تتسائلون كيف غيرت صوتي على هذا الشكل وكذلك صوت عصام الشوالي دوسي عم أنا رح أوريك الطريق لا تتجه للاتجاه المعاكس ابقى معنا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة أشارك معكم أقوى أربع تطبيقات جديدة لهذا الشهر كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد ننتقل لشرحهم بعد هذا الانترو أهلا وسهلا بكم من جديد كما شاهدتم معنا في أول الفيديو التطبيق أو الموقع الذي يقدم لك هذه الخدمة صراحة خرافي جدا عن طريق الدكال الاصطناعي كل ما عليك صديقه والتسجيل في الحساب ثم تتوجه إلى الخيار اكتشاف سوف تجد مجموعة من المشاهير بأصواتهم كمثلا عصام الشوالي ومثلا حافظ الدراجي كذلك سوف نجد حتى السيسي وغيرها من الأسماء المشهور كما تلاحظون هناك مجموعة هائلة من المشاهير سواء كانوا يوتيوبر، ممثلين، رؤساء، مؤلقين، الساحة الرياضية كما تلاحظون مجموعة من الشخصيات يمكن في السنساخ صوتهم وكتابت لهم أو إرسال لهم نص ثم سوف يتحول ذلك النص إلى الصوت الذي قمت باختياره لقد لاحظت أمرا غريبا في مسرح الجريمة آثار أقدامي تشير إلى أن القاتل كان يعرج لكن الشهود أكدوا أنه كان يمثل كمثلا هذا الصوت أو مثلا صوت عدي الإمام هذا الصوت، صوت كونان هناك مجموعة من الأصوات الرائعة الآن سوف نقوم باختيار مثلا على سبيل المثال صوت حافظ الدراجي نقوم بالنقر عليه ثم بعد ذلك نقوم بالنزول إلى الأسفل سوف نجد خيار هذا كما تلاحظون استنساخ الصوت نقوم أو استخدام الصوت نقوم بالنقر عليه هنا في هذا النص فنقوم بحدفه ونقوم بكتابة النص الخاص بنا بعد سبيل المثال فأقوم بإضافة هذا النص أهلا وسهلا بالمتابعين الكرام أو المشاهدين الكرام مهم إلى آخر النص عند وضع النص سأقوم صديقي بالنقر على هذا الخيار إنشاء وتشغيل وفي بضع ثواني أصديقي سوف يعطينا النتيجة أمامكم أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام من منعب الرباط آرين الجديد الذي يشهد قمة الدول المغربي بين قطب الرباط والدار البيضاء في الكلاسيكو المثير بين فريق الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي لا تذهب بعيدا كما سمعتم أصديق العزاء صراحة موقع خرافي جدا يدعم جميع اللغات وجميع الدول حتى مشاهير العالم مثلا أصوات مشاهير عالمية عربية وأي يكن التطبيق المولي وبناء على طلب أحد المتابعين هو سيبر إيماج برو الخرافي يمكنك هذا التطبيق من تنقية الصور وإزالة الضبابية والعتامة وارفع جودتها إلى الفور كي وسوف تجد الصور مدهلة حقا والأهم من ذلك أنه يعمل بدون أنترنت فلاحظ معي الآن سوف أقوم باختيار ثم أقوم بالنقر على ثم سوف أقوم باختيار هذه الصورة كما تلاحظون على الشاشة جودة ضبابية جدا في الصورة أقوم برفعها للتطبيق ثم أقوم بالنقر على وكما تلاحظون سوف يقوم بتحويل هذه الصورة أصدقائي إلى جودة الفور كي كما سوف نلاحظ يمكنك تشغيل التطبيق في الخلفية عند رفع الصورة فقط يكفي الخروج من التطبيق حتى ينتهي وسوف يسألك إشعار بأنه انتهى من تصفية الصورة شاهد ما يصديقي قبل وبعد الآن دعونا نتوجه إلى الخيار الثاني فوتو أبسكالين نقوم أصدقائي بالنقر عليه ثم سوف نقوم باختيار مثلا هذه الصورة شاهد معي جودة الصورة رديئة جدا نقوم أصدقائي برفعها على التطبيق ثم نقوم بالنقر على أبسكال وكما سوف نلاحظ أصدقائي في بعض التواني وبدون أنترنت سوف يقوم بتصفية الصورة وتعديل الألوان وإلى ما غير ذلك شاهد معي أصدقائي قبل وبعد شيء رهيب جدا نتوجه إلى الميزة الثالثة الخاصة بالأنم نقوم بالنقر عليه ثم نقوم باختيار صورة أنم على سبيل مثال هذه الصورة شاهد معي الجودة الآن كل ما عليك هو الضغط الأخير وكما سوف نلاحظ في تواني معدودة شاهد معي النتيجة قبل وبعد صراحة شيء رائع جدا التطبيق أصدقائي يشغل بدون أنترنت والتطبيق سوف يقوم بتحويل صورك إلى الفورك وعالية الدقة والجودة التطبيق التالي يمكنك صديقي من حماية هاتفك من الصرقة أو الاستخدام الغير مصرح به حيث عندما تقوم ببرمجة التطبيق أولا كما تلاحظون طريقة التنصيب فهي بسيطة جدا وكذلك سوف تعطي جميع الصلاحيات اللازمة كما تلاحظون الطريقة بسيطة جدا الآن قمنا بانتهاء من برمجة التطبيق كما تلاحظون في هذه الإعدادات هنا سوف تجد كل المعلومات الصارق وكذلك صورة الشخصية دعونا نجرب أصدقائي التطبيق مثلا شخص ما يحاول فتح الهاتف الخاص بنا سوف تلتقط له صورة سيلفي أصدقائي فكما تلاحظون نحن قمنا بعمل شيمة خاطئة وهنا سوف تجد عجلز المتابع صورة الصارق أو صورة ذلك الشخص المتطف الذي يحاول فتح الهاتف الخاص بنا كذلك مكانه الجغرافي في حالة تمت سارقته كل المعلومات سوف تحفظ في التطبيق وكذلك سوف ترسل عن طريق الجميل الذي برمجته داخل التطبيق كما تلاحظون هذه إعداداته هنا صديقي يمكنك اختار مرة واحدة شيمة خاطئة أو كودة الخاص بك خاطئة سوف ترسل جميع معلومات الصارق أو المتطفل هنا يمكنك اختار الكاميرا الأمامية والخلفية لالتقاط صورة لذلك المتطفل أو الصارق هنا تقوم صديقي بتفعيل الصوت وكذلك الألارم وفي هذا الخيار يمكنك صديقي ترك رسالة للصارق في حالة ما تم سرقة الهاتف فسوف تظهر هذه الرسالة صديقي على الشاشة الرئيسية للهاتف كما تلاحظون صديقي صراحة تطبيق رائع جدا بسيط وصغير حجم جدا جدا يمكنك عزيزي ترك التطبيق في هاتفك سوف يفيدك بشكل كبير في يوم من الأيام ننتقل إلى التطبيق الرابع لما أعتقد التطبيق يمكنك من استرجاع الصور والفيديوهات والملفات المحدوفة من هاتف التطبيق الصديقائي حاصل على 4.6 تقييم على متجر جوجل بلاي كما تلاحظون وجهة التطبيق على هذا الشكل يدعم اللغة العربية هنا يمكنك استرجاع الصور استرجاع الفيديوهات استرجاع الملفات الأخرى كمثلا ملفات البيدي ايف وإلى غير ذلك وهنا الملفات المستعدة سوف تجدها هنا يمكنك حفظها على الهاتف الخاص بك فالتبع المثال إذا توجهنا إلى معرض الصور كما تلاحظون لدي صورة وفيديو الآن سوف نتوجه إلى التطبيق ثم نقوم بالنقر على استرجاع الصور ثم ننقر على خيار سكان كما تلاحظون أصدقائي سوف يتطلب بعد الوقت تقريبا 30 ثانية حسب حجم الصور كما تلاحظون كل هذه الصور أصدقائي فهي محدوفة من الهاتف كما تلاحظون سوف يقوم بالسترجاع الصور عن طريق ملفات مثلا الصور المحدوفة من واتساب كذلك الصور المحدوفة من تطبيق الكاميرا التي أخذت من الكاميرا كما تلاحظون تقريبا 3880 صورة استرجعت والجميل في الأمر أصدقائي أنها صور عالية الجودة فعلى سبيل المثال سوف نقوم باختيار واحدة من الصور الموجودة أو التي تم استرجاعها سوف نجد مجموعة من الصور مثلا هذه الصورة شاهد معي أصدقائي الصورة عالية الجودة نقوم بعمل زوم بصراحة أصدقائي تطبيق خرافي جدا وجدته بالصدفة على متجر جوبلاي وجربته وكان تطبيق تحفى بما تحمل الكلمة من معنى الصور التي تشاهدونها كلها تم حدفها من هاتفي كذلك سوف نتوجه مثلا إلى الفيديوهات سوف نقوم أصدقائي باختيار مثلا مجموعة من الصور للسعادة واختيار الصور التي تريد تقوم بالنقر على السعادة وسوف يقوم بالسعادة لك الصور تقوم بالنقر على عرض وسوف تجد الصور التي تم استرجاعها نقوم بالرجوع إلى الوجهة الرئيسية هناك كذلك استرجاع الفيديوهات نقوم بالنقر على المسح كما تلاحظون أصدقائي سوف يسترجع حتى الفيديوهات التي تم التقطها عن طريق كاميرا الهاتف أو التي تم تحميلها أو التي تم إرسالها في واتساب كما تلاحظون 60 فيديو نقوم بالنقر على أوكي كما تلاحظون أصدقائي في واتساب مثلا لدينا فيديوين هنا 20 أو 60 فيديو كما تلاحظون شاهد معي الجودة أصدقائي العزاء بصراحة شيء رائع جدا تقوم صديقي باختيار الفيديوهات التي تريد ما تقوم بالنقر على استعادة كذلك نفس الشيء أصدقائي حتى على الملفات كالبيدي ايف وغيرها وهنا سوف تجد الملفات التي تم استرجاعها كما تلاحظون